وانت أطول مني عايز هجلات من المأولين العرب أعادت فيها موسم وروحت الملعب من نادي المأولين من نادي المأولين روحت على طول من خلال حضرتك على نادي الشمس من خلال نجمي مصر أعادت في نادي المأولين قد إيه؟ أعادت موسم من الزبط موسم؟ طيب مركزك إيه في الملعب؟ أنا بلعب هاف رايت أو هاف ليفت المركز ده برضو هو اللي كنت بتلعبه برضو في المأولين آه تمام من أول ما بدأت في المأولين وفي الشمس هو هو نفس المركز طيب قل لي مين مسلك الأعلى في الحتة دي؟ أنا بحب كريستانو رونالدو طبعا كريستانو حاجة ثانية عادة ده على المستوى العالمي لكن لو رحنا لمستوى المحلي مستوى المحلي في رمضان صبحي في حسين الشحات يعني دول حاجة ثانية برضي طيب إيه المميزات اللي كانت موجودة في نادي الشمس تتمنى أنها تكون موجودة في الموسم القادم؟ لا كل حاجة مصدقة يعني تلعلي الكرنيه طبعا كان فيه موضوع تاني بالنسبة للكرنيه ده طبعا أني حضرت عارف آه مش عايزين نتكلم برضو عليه آه يعني حاجة تاني خالص يعني الحمد لله وربنا يكرم في اللقاء إن شاء الله آه لعبت أكتر من ماتشة يا محمد انت آه لعبت أغلبية ماتشة الدورة تقريبا آه وجي موضوع بقى المرض يعني آه هو ده اللي وقف في الدنيا شوية آه تمام طيب محمد ايه طموحك مع نادي نجم مصر؟ كل واحد بيبقى فيه حلم أكيد ليه حلم معين بيسعاله عايز يوصله محمد أحمد ايه الحلم اللي انت بتاحلم به ونفسك تحققه وانت في نادي الشمس ايه النادي اللي بتتمنى انك انت تروح له من نادي الشمس؟ والله انا باخد كل خطوة يعني بخطوة وان شاء الله موسم الجديد يعني تكون فتحة خير علينا بإذن الله وان شاء الله تبقى موسم كويس لنا يعني ان شاء الله ولي في الخير رب نقدمه طيب برضو ايه النادي اللي انت نفسك تروحه من نادي في مصر؟ ما يعني هو النادي الاهل ان شاء الله الاهل بإذن الله طيب الناس اللي بترين عليها يا جماعة انا مش هينفع ارد عليكم وانا اعرف البرنامج الارقام اللي محتوطة قدامكم كلموني عليها بعد البرنامج برد على كل الناس واي لاعب ما خدش فرصته اي لاعب ما نضمش لاي نادي بسبب انه هو ما معهوش وسطى كلمنا على الارقام اللي ظهرها قدامكم بعد البرنامج وان شاء الله نادي نجم مصر هيحقق حلمك في نادي نجم مصر اول ما بتيجي حضرتك بتمضي بيطلع لك كرنيه رسمي من الاتحاد المصري الكورت القدم بتستلم شنطة لبس كاملة بتتمرن معانا بتلعب مطشات ودية بتلعب مطشات رسمية وفي نهاية الموسم بنسوقك بنسوقك لنادي الاهلي الزمالك المقاولين انبي ولكن على حسب مستوىك لو مستوىك بيؤهلك انك انت تلعب في النادي الاهلي هنوديك النادي الاهلي لو مستوىك يؤهلك انك انت تلعب في الممتاز به زي فاركو والترسانة والألمونيوم هنوديك الاندية دي فإحنا مهمتنا تسويقك سواء في نص الموسم أو في بداية الموسم بس مستواك هو اللي بيساعدنا أو هو اللي بيحدد النادي اللي احنا نقدر نوديك ليه إن شاء الله في أي لعب يا جماعة ما خدش فرصته نادي نجمه مصر مفتوح للجميع للجميع والجميع محافظات مصر كلمونا على القامل اللي ظهره قدامكم بعد البرنامج طيب محمد مين أكتر مين من اللعبة اللي كنت بتحس بأريحية وهي موجودة معك في الملعب من نادي الشمس عندنا عماد حمدي مستوى ما شاء الله جايت جدا اللي هو البكريت آه البكريت وفي حسن سرور آه ديفندر آه ديفندر وفي كابتن إسلام ما شاء الله يعني الله أكبر عليه يعني فيه لعيبة كويسة كانت آه كاسة لعيبة آه طبعا محمد لما انضميت عبد الجليل طبعا الجزائري آه عبد الجليل ده حاجة تاني خالص طبعا محمد لما انضميت لنادي الشمس وتفاجأت أن أغلبية اللعيبة أو أكتر من 90% من لعيبة نادي الشمس أول مرة تتأيد في نادي أو مرة أو أول مرة تلعب حضاشة تفاجأت بمستوها؟ بصراحة لعيبة كويسة جدا آه كنت متوقع أنهم يظهروا بالمستوى ده؟ لا بصراحة آه بس ما شاء الله يعني حضرك كنت موجود وعملنا يعني موسم ما شاء الله بس جت حضركة أنت عارف يعني موضوع المرض و بس إن شاء الله الدين هترجع تاني إن شاء الله إن شاء الله يا رب آه إن شاء الله يمكن إحنا يا جماعة واخدين السنة اللي فاتت كنا واخدين نادي الشمس ومكملين به برضو الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله ولكن خدنا نادي تاني نادي بيلعب في الدرجة التانية نادي ممتاز به النادي ده موجود في اسكندرية أو مقره في اسكندرية ولكن تدريباتنا إن شاء الله بعد ما ربنا يرفع هذا الوباء إن شاء الله تدريباتنا هتكون كلها في القاهرة تدريباتنا في النادي الجديد اللي هو الممتاز به هتكون في القاهرة ولكن المطشاط بتاعة الدوري او المطشاطنا الرسمية هتكون في اسكندرية ان شاء الله فاحنا عايز اقول ان احنا مكملين مع نادي الشمس وان شاء الله هنبدأ برضو او هيكون لنا بداية جديدة او تجربة جديدة مع احد اندية الدوري الممتاز به بالاسكندرية اللي التدريباته هتكون موجودة في القاهرة طيب محمد مين اكتر حد بيدعمك مين اكتر حد بيقولك كمل مين اللي دايماً في ضهرك وبيقول لك كمل ما يهمكش هو فيه بشمونس محمود عسكر طبعاً ضع على طول في ضهري وعلى طول بيدعمني ويكمل ما تقلقش أنا وراك أنا معاك يعني بصراحة عمل معايا مجهود يعني حاجة حاجة اللي أحدق بشمونس ده بصراحة يعني فحب طبعاً أشكره وأشكر طبعاً والدي ووالدتي لأن تعبنين معايا جداً وأخوات كبير طبعاً طبعاً يا عبد الرحمن ده أخوات كبيرة يعني تعبن معايا بطريقة فضيعة في كل حتة معايا طيب توعدهم بإيه أو تقولهم إيه من خلال برنامجنا من خلال حادثك وبرنامج حادثك طبعاً أنا ربنا بس يكرمني إن شاء الله وأنا حناية لي ومساعدة هكسر الدنيا إن شاء الله بس بعد ما الدنيا ترجع إن شاء الله يا رب يا ريت يعني إن شاء الله محمد مين من اللعيبة اللي تتمنى أنها تكون موجودة معاك في نادي الشمس اللعيبة اللي تكون من خارج نادي الشمس تتمنى أن هي تكون موجودة معاك في نادي الشمس الموسم القادم إن شاء الله من خارج؟ من خارج نادي الشمس يعني في أماد حمدي ده اللي هو اتنقل من قرية يرجع تاني بس تريح أنا بلعب معاه بصراحة وعندنا واحد اسمه عبد الرحمن وحيد تاني ما شاء الله كويس يعني ده بيلعب في نادي ولا؟ آه بيلعب في نادي بس دروقتي هو قاعد يعني آه هو موجود آه موجود ده بتتمنى أنك أنت تشوفه في نادي الشمس آه ياريت والله آه ما مش قوله عليه طيب نظر يا جماعة للظروف اللي بتمر بيها البلد بتكلم في كل المواهب مش في كرة القدم بس آه أي حد عنده موهبة الغنى موهبة الشعر آه أي حد يعمل لنا عنده أي موهبة يعمل لنا فيديو آه ديئة ديئة أو تلت دقايق وهنعرضه له إن شاء الله في البرنامج النهاردة يمكن عرضنا بسمالة عاطف آه يمكن عندها تقريبا تسعة سنين آه شفناها مميزة قد ايه أو موهوبة قد ايه في الشعر فأي حد عنده أي موهبة آه صورونا الموهوبة بتاعتكم في فيديو ديئة ديئتين تلاتة وبعتهن على الواتس اللي ظاهر قدامكم اللي هو زير 11 وهنعرضه لكم هنا في برنامج نجم مصر وقناة الصحة والجمال محمد انت السنة دي ممكن سجلت جبت أهدف آه جبت هدفين آه الحمد لله يعني آه صنعت كم هدف؟ صنعت ثلاثة ثلاثة آه الحمد لله آه أنا طول أنا ما سجلش أصنع يعني كده يا أسجل يا أصنع آه أغلبية المتشاط آه الحمد لله وبلعب أسياسي الحمد لله راد عن نفسك هذا الموسم؟ آه طبعا الحمد لله لا يعني المستوى بيعلى الحمد لله طيب حاطت لدماغك أو راسم لنفسك قدام أو في مص الموسم القادم في شهر واحد مثلا أنك أنت إن شاء الله تكون في الحتة اللي أنت بتتمنها يا رب يمكن أنت كنت بتقول أن أنا أتمنى أن أروح النادي الأهل يا ريت يعني من خلال حضرتك لأنك مش مش شكرنيا بقى فيك عشان مثلا مجاملة وكده لا يعني بصراحة بتدي الواحد فرصته كاملة تمام يعني ما شاء الله والحمد لله طيب الحمد لله ما هي دي مهمتنا بزرورة أجي في نص الموسم أو أجي بعد ما تيجي وتتسجل أجي كلام تاني أنت مفيش مطش دخلت فيها محمد إلا ولعبته كله تقريبا آه فعلا آه أي مطش دخلت فيه 18 أو جيت فيه لعبته كامل فعلا آه طيب محمد مين الناس اللي ليها فضلة عليك من بعد ربنا وتحب تقول لهم إيه من خلال برنامجنا هو زي ما قلت حدفك البشمونز محمود عسكر ده على طول في دهري على طول بيسندني بيقول لي كمل حتى لو وقعت أنا وراك ما تقلقش هو مؤمن بالمهوبة بتاعتك آه بصراحة يعني حاجة تاني بشمونز مولا أذكر بي تمام آه محمد بشكرك وشرفتينه نارتي لو فيه حاجة أخيرة عايز تقولها أقولها آه حاجة أخيرة بس صدى آه كلام الناس بيفرق معك جدا تمام يعني ما تسمعش كلام الناس آه لأنه لا الكلام السلبي بالزبط آه لكن لو كلام إيجابي حد بيشجعك حد بيسندك حد بيقول لك كمل آه طبعا طبعا هتمشوا وراء طبعا ولازم تعمل بكلام أكيد طبعا طبعا محمد بشكرك وشرفتينه ونورتينه وانا قلت طبعا سعيد محارفك ربنا يخليك هنبدأ بعد ما ربنا يرفع هذا البلاء ونتمنى أو نتوقع أن إن شاء الله أن الدنيا هترجع لطبيعتها آه الفترة اللي جاي أو قبل إن شاء الله أو مع بداية شهر رمضان آه شكر خاص طبعا للأستاذ معاز ماهر شكر خاص لعلا أحمد تمساح اللي يمكن صور لنا آه المنتزى بشركة سكر وبعاتهن على الواتس وقدرنا نعرضه النهاردة شكر خاص برضو للأستاذة ميادة محمود والأستاذ محمد الملكي وكل فريق العمل بقناة الصحة والجمال بكده نكون مصلنا معاكم لنهاية حلقتنا انتظرونا الإسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نجمة مصر